راديو الأهرام يقدم هو الأسبوع كان يوم سبعة أيام لا الأسبوع سبعة إشاعات سبعة إشاعات مع أحمد خير الرئيس السيسي مؤمن جداً بالشعب المصري مؤمن بوعيه مؤمن بعزمته مؤمن أن الشائعات لن تؤثر فيه وده اللي هنعرفه في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم السبع شعاعات على راديو الأهرام فأهلاً وسهلاً بكم أعزائي المستمعي الرئيس قال أن الشعب المصري واعي جداً قال لن ينخدع بالأكاذين لن ينهزم بالباطل يعني الشائعات والحروب النفسية لن تؤثر في عزيمة هذا الشعب الصلو والكلام ده بيلقى علينا أو على كاهلنا مسؤولية كبيرة أن احنا ما نشاركش في نشر تلك الشائعات لأن الشائعات دي يا جماعة فعلاً لها تأثير سلبي على السمار لها تأثير سلبي على الاتصاد لها تأثير سلبي على حياتنا بين السخرية وبين الحزن انقسم مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حوالين خبر بيقول فرض رسوم على المواطنين عند دخولهم المساجد علشان دفعوا الميا والكهرباء وزير الأوقاف بنفسه خرج علينا وقال لم نفرض على الناس أبداً تحمل مصاريف الكهرباء لكن نحن لدينا ثقافة قاطئة في ترشيد المياه والكهرباء بالمساجد ويجب أن ينتبه الناس إلى مخاطر ذلك يعني يرضيكم أن نفتح مية مروحة بالمسجد من خلال مفتاح واحد دون أي تنظيم أو فتح التكيفات من الفجر بدل ما نفتحها قبل الصلاة بنص ساعة انه بيمر بأزمة مالية كبيرة وكمان عنده أزمة عدم التحاق ابنته بأحدى المدارس حمد النجاز يهرب كما هرب كهربة إلى تونس ده كان الخبر الرياضي الأكثر تداول على مواقع التواصل الاجتماعي طب حقيقته إيه؟ حقيقته أن حمد النجاز بنفسه طلع وقال كل كلام ده غير صحيح وأنا مركز مع فريقي في الناس الزمالك عشان نهائي الكاس نرجع تاني ونقول أن إحنا اللي بنده الفاسدين والجاشعين فرصة استغلال الشائعات والأخبار المغلوطة في تحقيق أرباح رهيبة أخرها شائعة إلغاء الدولار الجمركي الجميع ينتظر هذه الأيام ارتفاع أسعار السلع نظراً لإلغاء الدولار الجمركي طب فين الحقيقة؟ الحقيقة أذكرها أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية وقال أن ما فيه زيادة في الأسعار في الفترة المقبلة بسبب إلغاء الدولار الجمركي وتطبيق أسعار الصرف بالبنك المركزي طب نفهم من الكلام ده إيه؟ أو ليه مش هيتم زيادة الأسعار؟ قال يا جماعة أن الدولار الجمركي أصلاً ده لا يطبق على السلع مصورة ده بيطبق فقط لا غير على المواد الخام اللي دخلة في عملية الإنتاجية وأغلبية تلك المواد أصلاً لا تغضع للجمارك مش عاد مش عاد مش عاد صورة للفنان العالمي فان ديزل في أحد حواري مصر قالبات الدنيا خلت كل المصريين يتكلموا وينقولوها على أنها فعلاً حقيقة هيا بالفعل هيا حقيقة بس الفنان ما جاش مصري دلوقتي الصورة دي قديمة من 2011 والراجل كل شوية بينشع أحد تلك الصور من خلال رحلته على مدار تلك الأعوان أهالي بني سويف بيعيشوا الأيام دي حالة من الزعر الرهيب السبب شائع بتقول مقتل ست طالبات داخل إحدى دور الرعاية وإحنا هنا في البرنامج بنقول لأهالينا هناك ما تخافوش الكلام ده كله شائعات الغرض منها تشويه وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالمحافظة قالت إن ما فيش قتلى ولا يحزنون أصابع الاتهام ما زالت تشير إلى شركة روتانا منذ أن خرجت علينا الفنانة اللبنانية إلسة بتغريدة كتبت فيها أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة له ولكنه سوف يكون الأخير في مسيرات الفنية أعلن ذلك بقلب حزين ولكن مع قناعة كبيرة بذلك فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا من يومها والأصابع الاتهام تشير إلى شركة روتانا اليوم خرج علينا رجل الأعمال الكويتي سالم الهندي رئيس التنفيذي لشركة روتانا وقال إن الشركة ليست طرفا في أزمة اعتزال الفنانة لسه كما يروج البعض وإن الشركة لم تكن أبدا سببا في إحباط أي فنان وفي النهاية أشكركم أعزائي المستمعين وإلى أن يتجدد لقاءنا الأسبوع المقبل أتمنى لكم أسبوعا خاليا من الشائعات سبع إشاعات مع أحمد خير إشاعات 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 إشاعات